أما فيما يخص اسماعالية فقد شاهدت فيديو لأحد الجهلاء يردد بأن اسماعالية سبب النكسة بقوله لولا إخلاص ووطنية ورجولة أهل مدن القناة لعاشة مصر ظروف أصعب بكتير من اللي عاشتها احترم نفسك احترم نفسك أنا عاشت في وسط الناس في اسماعالية وشفت مدى وطنيتهم ومدى إخلاصهم ومدى تفانيهم في العمل كل يوم عشان خطر أنه هم يفتحوا بيوتهم وأنهم يكونوا ناس نكحين وأنهم يوصلوا الرسالة الصحة لأولادهم وأحفادهم عيب أن الكلام ده يكون مسجل وما يكونش فيه حتى أي رد فعل تاني بقول للشخص الجاهل اللي قال الكلام ده مش عايزة أردده أن أهل مدن القناة كلهم ناس وطنيين ورجالة وناس مخلصين ولازم الكلام ده يقف عند حده لأن الإسماعيل كبير وشعب اسماعالية كبير ترجمة نانسي قنقر